اولا احنا وين المشروع اللي ارسل وطول عندنا يورجونا يا العالم احنا المشروع بيجينا من الحكومة يعني تاريخيا بالدستور معروف صعيب نقدر نقترح قانون لكن طريقه طويلة بالاخير بيجينا بصيغة مشروع قانون فما في اشي اجانا وطول هذا جانب الجانب الثاني اذا بدنا نروح احنا وانا مش هون يعني تمسكا بالمجلس او اي شيء من هذا القبيل اذا بدنا نروح احنا مين بده يقر قانون انتخاب يعني هل يقبل الشارع الاردني او الحراك الشعبي ان يعود الى قانون الصوت الواحد والدوار الوهمية واذا روحنا احنا الحكومة ما بتقدر تصدر قوانين مؤقتة بمقتضى التعديلات الدستورية الجديدة اللي بيستنى قانون مؤقت للانتخابات تصدر الحكومة خليه روح ينام ما في قوانين مؤقتة تصدر بغياب مجلس النواب الا لأسباب محددة جدا طوارئ وغيرها طوارئ حالة الطوارئ فقط فالآن ما بتقدر الحكومة تصدر قانون انتخاب ما بتقدر في غياب المجلس اما لازم المجلس اللي طلع قانون الانتخاب يعني يقروا مجلس النواب ومجلس الأعيان وصير مجلس الأمة ويوشح جلالة الملك بالإرادة الملكية حتى يصبح قانونا دائما بس هبئنا روحنا اليوم مين بتقدر يصدر قانون الانتخاب كيف تصير العملية صحيح كيف سيصبح الوضع يعني يتأزم أكثر أنا بقول اشتركوا في القناة